كما نظمت مساء أمس الفدرالية تشادية لكرة القدم مباراة ودية جمعت بين عدد من الفرق الرياضية للناشئين بمختلف المدارس الوطنية وقد حضر المباراة عدد من أرباب العمل وممثلية شركات الدائمة وذلك بملعب إدريس محمد عثمان بشير هذه المباراة الودية التي جمعت بين مختلف أشبال المدارس الرياضية لكرة القدم للناشئين هو قد تم تنظيمه من قبل الفدرالية تشادية لكرة القدم بهدف تجربهم على أرضية مدان الملعب لإبراز مهاراتهم الرياضية عبر هذه المباراة الودية التجربية حيث كان ذلك بحضور عدد من أرباب العمل والشركات الذين جاءوا بهدف الإطلاع على مهارات هؤلاء الناشئين لإمكانية مساعدتهم ماليا من أجل تحقيق أهدافهم المهنية وبعد نهاية هذه المباراة الودية أبدى عدد منهم إعجابه الكامل وأكدوا عن مدى استعدادهم لإجراء اتفاقيات مع مختلف هذه المدارس التي تتولى مسؤولية تأهيل هؤلاء الأشبال لدعمهم قدر ما يمكن ذلك عبر ما يسمى بكونسورسيوم التي تهدف الشركات منه الدعاية مقابل الدعم المادي الذي من الممكن أن يكون مساهما بشكل كبير في مستقبل هذا الجيل الناشئ أعلهم يشكلون جيلا قويا لفريقنا الوطني الذي نحلم به أن يفوز يوما ما ببطولات وعلقاب قرية وعالمية جات فتبول قرية